وفي السياقية وصف الأمين العهمة لحركة الوفاء العراقية أننا بعدنا الزرفية لانتخابات المبكرة بالحتمية لحل مشاكل العراق وعكد الزرفية أن الانتخابات المبكرة ضرورية لحل معظم مشاكل العراق ومشيراً لأن هذه المشاكل تتفاقم بدون إجراء الانتخابات مرجحاً بأن تجرى الانتخابات المبكرة أما نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل وأشار إلى أن الانتخابات المبكرة ستغير شكل الواقع السياسي في العراق وسيتحرك العراق نحو الأفضل مبيناً أن برنامج الحكومة يتضمن إجراء انتخابات المبكرة وهي حل سياسي للأزمات وضف أن الصدر بعد إعلان التسمية الجديدة فتح باب العودة السياسية والتي قد تكون بتحالفات جديدة أو بعادة التحالف الثلاثية ترجمة نانسي قنقر